مشاهدي الكرام أهلاً وسهلاً حلقة ديال اليوم غادي نتكلمو على العزل الصحي والحجر الصحي العزل الصحي هو أنواع كين جوج الأنواع كين هو العزل لوتو إيزولمان يعني واحد كيعزل نفسه بنفسه وكين العزل الصحي اللي هو الوزارة الصحية اللي كديرنا في العزل الصحي يعني وهاد العزل الصحي ان جنرال كتسمى الميزة ان كارونتان ولا كيني شو حدي اللي ولو كيسموها الميزة ان كاتوغزين علاش پوركوا علاش احنا كنقولو لها كاتوغزين وخايا انا هي هاداك الابريود اللي هدرنا عليها في الحلقة اللي فيسا قلنا بانا الابريود دانكوباسون كاتمشي من يومين حتى الاربعتاش اليوم وكاتقدر تمشي توصل حتى ثلاثة سيمنات دوك هدا هو في ذاك الوقت علاش لأن احنا كنخليو هاداك السيد ولا داك السيدة اللي احنا درناها في العزل الصحي درناها باش تبقى معزولة بوحدها وما تقيش في الناس عائلتها كيكون واحد العلاقة كتكون بقوانين مقاييس ما خاش يكون واحد الاتصال مباشر مع هاد الناس دول لانه مزل احنا ما متأكديش واش هاد الناس مراد او لمام مرادش وهاد الاعزل هدا كيقدر يكون هداه هدا مثلاً نكون شي واحد كان عنده واحد الكونتاكت ولا واحد اللقاء مباشر مع واحد اللي كان مرد وكان وعرف راسه مثلاً شي واحد جارو طلق معاها سلم عليه ولا دا ولا قرب ليه ولا هدر معاها ولا دا ولا شي واحد في الخدماء ولا شي واحد في الدار ولا الأخ الأخ س الأم الأب طفل دونك كان عنده علاقة مع شي واحد اللي راه كان مريد وما عنده حتى شعار من الاعراض ديال هاد الكوفيد دونك هادك خاصو يبقى واحد المدة ديال في العزل يعني يكون في دارو مزهول على الاخرين في البيس ديالو ما يكونش عنده واحد لقاء مباشر تسي لك اللقاء يكون بالكمامة ويكون بلغان دونك ما خاصوش يكون عنده واحد اللقاء مباشر مع الاخرين هاد النس هادو اللي كيكونوا بلاسي كنسموهم ان كارونتان ولا العزل الصحي كي ما قلت لكم كتقدر تجيح تسمي وزارة الصحة مثلا شي واحد اللي كان عنده واحد الاعراض داك شي خفيف مثلا شي واحد عنده الحرارة او لاش عنده شي كحاق خفيفة مثلا او لاشي حاجة الشي يقولولي تقولولي خاص تمشي تجلس دارك تشرب مثلا تاخد واحد دوا معين كيقولوهما كيقولو لهم جنرال ما تقولو فيتامين سي ودولي بخان دونك سيقولولهم قلسوا سمايو قلسوا في ديوركم ما يكونش عندكم واحد العلاقة مع الناس اللي معاكم مثلا العائلة وهذا كيس اسوال ما حدبه للزوج او الزوجة او للاطفال او للاباء او الامهات دونك خاصهم يكونوا في واحد الحجرة اللي سكون بوحدها يكلوا بوحدهم مده واحد مده دي 14 اليوم دونك هاد المده هدي كنت سننوش هادك هادك المرض غديبان او لما غديش يبان هاد الناس اللي سيكون عندهم مدهجة هاد المشاكل كيشوفوه كيقولولهم غير غريبان فيكم شي شعار من الاعراض مثلا بحل دبال الحرارة كانت في الحرارة عنده 37 ونص تعددو 30 او 40 كعيط هادك النمرا اللي المرض اللي مضوعين اللي هما اللي هم المعروفين دابا 0 80 147 47 47 141 ملا تلسمية دونك تعيط هادو هم اللي سيقولولهم شنو غديديرو اولا مثلا كيكون عندو مثلا التهاب في الجهاز في الرئة دونك سيقدر يكون عندو مشكل ديه التنفوس في ضيق التنفوس كيخصو يعلم هاد اتخفغ هاد الارقام اللي سيكونوا وراء الطباء سيكونوا من وراء هاد الارقام هادو هما اللي كيقدروا يبينو لنا شنو خص هادك الانسان شنو خصو يدير هدي عازل صحي جاي من الوزارة وكين بيسوغ اللي كيكون عازل صحي هو من ديسو نفسو يعني تشوف في النارة عندو كونتاكت كان عندو كونتاكت مباشر موحد الانسان اخر دونك اللي هوا مريض دونك سيعزر راسو مدة 14 اليوم كيحفظ الناس اللي راهم دورين به تشوف راسو واش غدي قدر يتكون عندو هادوك الاعراض ديال هادك المرض إلا كان تكونو عندو ركاية لهادوك النماري لما تكونوش عندو ركادو 17 يوم را الحمدو لله في سلام وكل شي مزيان دونك دا بغا دين دوزو لكونفينمون لكونفينمون شنا هو هاد الكونفينمون هو الحجر الحجر الصحي هاد الحجر الصحي هدا هو فصراحة لانا كين عندو واحد يعني يقدروا يكونو اكثر من غير صحية لانا حساء ايكونوميك لانا فاش كتشوف بانا بنادم بزاف كيقلس شركات كتسد الناس مساكن كيكون عندو القوت اليومي ديالهم سيوقفو ولكن في هاد شي كله خاصة نعرفو بانا هاد الحجر الصحي هدا را فيه المصلحة ديالي والمصلحة ديالك والمصلحة ديال الاخر ومصلحة الجميع لانا في هاد الموقف هدا اللي احنا فيه هدا ماشي ماشي حرب لان احنا ماشي في حرب احنا كين واحد لوا باء خطير لحد الان ما عارفينش بالضبط كيفاش كي يعني ما عارفينش ليه مزيان باش لقاوله باده دياله لانا مازال ما نقناش الدوا ادك الدوا اللي كين را غير مازالين كيشوفو يعني شايفين بانا قادرين حيز كين اللي مسافق معاه اللي ما مسافقش معاه شايفين بانا كيهبط هادك لاش فيغال ولكن ما كيش لحد الان ما كيش تخاتمون ديالو ما كيش للفاكسن كيفاش بدين نقدرون نحربوا هاد فيغوس لان هاد فيغوس باش كي يعيش را كيعيش بيا وبقي وبالاخر وهو هاد فيغوس هدا عندو خطير خطير درجة جوج طرق اول طريقة هي الانتشار دونك هاد الحجر الصحي كينقص لانتشار لانا لو قف سآنا ووقف لاكور ووقف لاكور دونك لان واحد كاي عادي ثلاثة دونك غدي قدرو ينقصوا على الاقل واحد الجوج دونك غديز كل الادواغ الواحد غدي مقاو نقصوا 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 حسن نساليوه مع هاد الفيروس لانه لا خليناه هو بحديه في الهدرة غادي داك ساعة غادي نقصو العدوى دوتون بلوس كو هاد الكون فينمو لهاد الحجر السحي اعطى المفعول ديالو اعطى المفعول ديالو فهدي في الصين لان الصين را هادك اوهان را بقات في الحجر السحي مدة تلتشهور دونك وعد باش قدرو يحاربو هاد المرض وعد هوا ما ومرا متعودي الكمامات وبلد متعود على بزاف ديال الديسيبلين لكتر من نحن ايه دونك هما قدرو يجمعو هاد الفيروس هادا تالت تاني حاجة اللي اهم حاجة اللي كيفما قلت لكم الخطورة ديال هاد المرض تاني فاكتور ديال الخطورة ديالو هو انه كيعزيز عليها هادوك الناس اللي كيفما قلت لكم صحتهم هادوك الناس اللي فخاجين بحال الناس الكبار في السن بحال الناس اللي اصحاب الامراض المزمنة النساء الحوامل دونك هادو كلهم حنا بهاد الكونفينمو سنحاولون نعاونهم ونساعدهم 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 كانت دولهم الاطفال ونساعدون نشخفو الى الاطفال من الوالدينا خفو علي الوالدين مو الاطفال لانا الاطفال كيما قلت لكم رعندهم واحدة المناعة طالعة الطعب الانشي طفل ما عندوش مسكين المناعة هو فين كيقدر يتقاس اما هما الاغلبية الاغلبية ديال الاطفال هادا هذا ما كيتوشيش بزاف الأطفال لأنهم مناعة كيقدروا يتغلبوا عليه ويقدروا يكونوا غير بورتغسة يعني فيهم الفيروس وموما أنه مش أعراض دونك إحنا كان منعوه بهذا الحجر الصيحي كان منعوه انتشار هاد الوباء وحاجة اللي مهمة بزاف هي اللي خاصنا نعرفوه هي أن المنظومة صحية خاصنا نعرفو بأنه راه البلدان العظمى كلها راه أمريكا أمريكا فرنسا إيطاليا وإسبانيا هادو ما اللي كان عارفو إحنا بزاف راه هم واقعين في مشكل كبير خاصكم سعارفو بأنه فرنسا من بين أحسن لسيستام دو سنتي الموند يعني من أحسن المنظومات الصحية في العالم وخاهاكا عندهم مشاكيل كبيرة بزاف وراء كتشوفو شنو واقع في فرنسا ما بلوك إحنا هم رابطو ديجا كيدابا كيحيدو الناس هادوك الكبار الناس كبار في السن كيحيدو لهم اللي غيسبيغاتو وكيعتوها الواحد صغير في السن كيفاش يعقل بأن إحنا نقدرو إحنا مسلمين ما نقدروش نقبلو على نفسنا بأن إحنا نكونوا السبب في العدوى ديجا الواحد الإنسان كبير وإحنا والدنا والدنا كلهم الأغلبية راه كل شي عنده والدي كل شي عنده عائلته اللي كيقدرو يكونوا كتر من ستين سنة كيكونوا عرضة لهذا المشاكيل هادو ولمشا تام شاليهم الفيروس راه ما كيرحمهم مش دونك نكونوا متضامنين ونكونوا يعني نفكروا بأن هذا المصلحة العامة واخرى ماشي سهل لبعض الناس ولكن المصلحة العامة هي رف بأن الإنسان يبقى في داره ويكون يحترم المقييس اللي رها معمولة لأن هذا هو كيفاش نقدرو نتغلبو على هاد الفيروس راه ما عناش كيفاش نقدرو نتغلبو عليه راه عندك هاد المسائل كل عندك أول حاجة هي النظافة ثاني حاجة هي المناعق ثالث حاجة هي الكونفينمون هو الحجر الصحي بقف دارك هادا هو الطريقة اللي نقدرو نتغلبو على هاد المرض ونتمنى بأن كل شي يفهم بأن هاد الفيروس هادا ولا هاد المرض هادا راه لحدي لان احنا ما مقدروش عليه العلماء دونك نقدرو نقدرو عليه بهاد التصرف هادا وبهاد المقييس والمسائل اللي كتعملها الدولة وكتعملها تال منظمة العالمية للصحة لان احنا ماشي ما قدينش المنظومة صحية دين نارا ما قدينش على هاد الكم المهوي اللي غادي يقدر يجي من بعد لان كما قتلكم راكين ألف دابارة بعد غادي تقدر نوصلو لواحد لوبيك لوبيك احنا ما زال ما وصلنا لوش في المغرب دونك لوصلنا لورا مشكيل دونك نعاونو نفسنا لان احنا الحمدلله المغرب كان بين الدول سباقة بانه يدير ياخد واحد الاجراءات يعني اوداسيوز وجريئة باننا نوقفو واخا احنا الاقتصاد ديالنا كي يكون العصا ولكن مهم خدينا مقييس خدينا مسؤوليات وخدينا يعني دونك نكونو احنا يمضامنين ونشوفو المصلحة العامة لان مصلحتنا في هاد المزور اللي احنا تنديروه هو الانسان ياخد الماسك ديالو يبقى فدارو لما عنده ما يدير فزنقة يبقى فدار ديالو ويحاول يديفلوبي المناعة ديالو بالاكل الصحي والشرب والحركة وشكرا وكنت مننا باننا نكونوا في ابنكم والى اللقاء والسلام عليكم